الخلاص تم الاتفاق لكل شيء تم وضع كل البنود الخاصة بتعاقد اريبابل حتى الاتفاق على الشقة والعربية وبدل السكن وكل حاجة تم الاتفاق عليها مع اريبابل وبنود التعاقد مليون وسبعمائة الف دولار في ثلاث سنوات لللاعب الانجولي اريبابل وبانتظار طبعا فتح خطوط الطيران عشان يجي يوقع ويتم الاعلان الرسمي عن الصفقة نادي الزمالك بيورفو الضغوط نادي الاتحاد لتمديد عارض اللاعب الرزاصي سيف جاي له عرض من نادي اماراتي بمليون ونص دولار كمان بالنسبة لنادي الزمالك سبحان الله كل صفحات نادي الزمالك النهاردة مشيرة كلام لعبد المنع عمشاط عبد المنع عمشاطة اللي كان نادي الزمالك بيتاعمه لحد امبارح واول امبارح بيتاعمه انه هو كان سبب في ان لقب القرن يروح لنادي الاهلي النهاردة بيواغدين بكلامه في موضوع مباراة السوبر راجل قال لك استحالة ان مباراة السوبر بين الزمالك والترجي تتعاد لان الزمالك مش طرف في ازمة الوداد والترجي والزمالك خلاص حصل لقب السوبر وصاحب لقب السوبر النهاردة كل جمالي الزمالك وصفحات الزمالك مش هييره كلام عبد المنعم شطة مش هو ده عبد المنعم شطة يا جماعة اللي كان فاسد ومدلس ويخد رشوة عشان يدي اللقب للنادي الاهلي النهاردة بتاخده بكلامه ليه؟ النهاردة بتاخده بكلامه ليه؟ مش ممكن يكون واخد رشوة من الزمالك مثلا عشان يطلع يقول الكلام ده مثلا مثلا طيب بالنسبة لنادي الزمالك بيحاولوا يرادوا محمود علاء ويحلوا مشكلة محمود علاء لان محمود علاء قرر انه يرحل عن نادي الزمالك بنهاية هذا الموسم في حال عدم دفع خمسين في المية من قيمة تعاقده مع نادي الزمالك مقدم التعاقد اللي تم الاتفاع عليه خلال شهر ستة لو ما تدفعش المبلغ اللعب هيرحل لأحد الاماراتية النادي الزمالك بيحاول يخلص الامر بتاع محمود علاء نادي الزمالك اليومين دول شغال على الصفقات على الهادية زبادي على الهادية زبادي ودي حاجة حلوة قوي على فكرة الزمالك عمال يخلص اللعيبة اللي عمال الاهل يسيبها الاهل يساب رجب بكار بعد موقع معها وخلص معها وخلاص هنكلم برامدز وبرامدز قال لك ما عندناش مانع بعد ما جبنا احمد فاتحي لأ عمنا فيلر قال لك لأ مش عايز بكار لعايز لبكار ولا اي حاج طب بكار رايح الزمالك طيب نبيل عمال دونجا عمل حج ده راجل اللعب منتخب مصر وخده تفضل وخلصين معه الواد موقع خمس سنين قال لك لأ مش عايزه مش عايزه نهاردة نادي الزمالك في الخطوات الاخيرة لحسم صفقة نبيل عمال دونجا لنادي الزمالك نادي الزمالك بيقنع الولد ان انت هتبقى اساسي فرجاني ساسي اخره معانا الموسم ده او الموسم القادم وهيمشي طريق حامد خلاص كبر في السن سنة سنتين وهيحتزل او هيرحل فانت الجاي ليك المستقبل ليك مع نادي الزمالك وانت هتبقى نمبر وان في منطقة نص الملعب وهتبقى اساسي وما تخافش ومش عارف ايه والكلام ده كله وبيحاول يقنعه نبيل عمال دونجا عشان يروح لنادي الزمالك نبيل عمال دونجا لو راح لنادي الزمالك هتبقى صفقة من العيار السقيل لصالح نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك